اهلا بكم عمر سيد فاسابيل المرميد افبايم المواجهة حضرت ذات اربعاء من شهر فبراير قبل سنوات طويلة حفل الله وكنت حينئذ طالبا احتفل بعيد ميلادي مع مجموعة من اصدقاء من بلاد الغرب في سنوات كنت ابحث فيها عن التأكيد للاخر على اننا نتوافر في المغرب على مجموعات لا تقل اهمية عن الرويرينج ستونز والبيتز والليدزيبلين وغيرها تركتهم يعيشون هوس اللحظة بكل تفاصيلها تركتهم يكتشفون ومنحتهم الفرصة ليقيموا الاداء أصيب بتلك الدهشة الجميلة وبعد حفل نسل غيوان غادرت منتشيا بانتصاري الصغير والكبير في الآن وعدت نفسي في ذلك الزمان باني سأصدف يوما واحدا من اساطير نسل غيوان لأحتفي به ولأكرم فعلا استدفت عمر سيد في قناة ميديان تيفي ميديان ساد في بدايتها في برنامج اليوم لقاء مع الذي لم يعمر طويلا لاني اقبرته قبل ان يجهز عليه الاخرون اليوم كلام آخر اليوم يحسس مختلف لأن عمر سيد يحضر في الأفبام وأنا على علم بأن المرور في الأفبام مختلف ولا يعادله عبور آخر لأي فنان في مشهدنا الثقافي والفنية اليوم أحس بنفسي وقد كبرت نسبيا لأني أصدف كبيرا أقدره وأعزه بمصار يمتد لستة عقود إذا تركني مخرج البرنامج أتكلم قاسما لن أصمت لذلك سأتوقف لأترك للحظة هيبتها وأنا على يقين بأن هذا المرور لهذا الضيف قد يكون واحدا من أفضل لقاءاته الإعلامية ستتأكدون من الأمر بعد المرور للنقاش لنعبور عمر سيد مرحبا بك في الأفبام نهار كبير هذا لأنني كنت قبل فنان كبير وكبير بزاف وهنزا كنت تشوف تقديم أنني رجعت قاضية فتاقية قاضية فتاقية أولا بعدش يكون على الاستيضافة أهلا وسهلا اسم على مسمة عندما تذكروا فيه من بعد قاضية فتاقية مرحبا بك الله يبرك فيك وأخا الأمور الصحية بعدها كيفاش عاملها كنشوفنا كيبالي ركب يخرجوا للأخير الحمد لله صراحة القاضية فتاقية عارفتي مع هذا الوباء اللي إن جينا وإن جيك منه عانينا معاه بزاف أقول لك غير واحد القاضية بالأخص احنا هذا الـ 75 عام الفو وبالأخص ما لك تسمع في التلفزيون كي بدون يضرع لهذا الوباء كي يقول لك ودي رخص الاحتراز وخص هادي وخص نحافظه على الناس اللي عندهم أمراض موزمينة والموسنين كدخلني الخلعاء كدخلوك في واحد الخانة كي يحطوني الموسنين كم دا غين نبقلل من بعد تاني كدوز الغدلي كتعاو تفرشني الموسنين كون غير كي يعطوينها تيسا بالأم يذكرونا أنا شكو لي كذب عليك خاك انتا موسي نعم انت تبارك الله ما زاله القاضية في تقياح نرام غادين وراكين مزيان الحمد لله لا لا مزيان الحمد لله وفعلا فترة دوزنا صعيبة شي شوية وما زال خصنا نقوم محتفظين بالإجراءات الاحترازية نعم دائما أنا ما كان يشعر لا ترني شفتك حتى مني استقبلتك كراك عفتي قام تخوف بزيار وهو عين العقل اللقاح ثلاثات المرات ودك ديال البرد ديال الموسمين كان دير كل شي وموقع ليه التشعج الحمد لله أسي دير الله يحفظك ونجيك شوف اليوم نحاول ندير واحد الحوار اللي يكون يبقى ان كلاسيك يبقى إن شاء الله وتلقى التاريخ مرحبا إذا كنت طبعا راضي على الاف بيم كيف يبقى لا الحمد لله راضي عليك ما شيء بزاف وعلى البرنامج لأن أنت صراحة عندك واحد الكاريزمة كتفرض فيها واحد الاحترام واحد الجيد لأن الحوار للك جدي صراحة وانت رجل جدي بينك أنا غا كنشوف في تليفزيون كنقول هذا رجل بخا سيدي ونقول قدامك ضروري نكون جدي وخا كنخافوا منك كاملين لا 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 شوف اليوم حلقة كريمية أرى الإسوغل اسم تبارك الله شو الاسم؟ بيلال بيلاد بيلال مرميد يعني كات مرمد الواحد لا 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 شو كونها يقدرين مرمد كتاب بطاريخ لا تبارك الله عليك أستاذ العقودة ولكن مرميد بالسياق الجميل ما شو يد الجدية واخر نمشو نبدو أستاذ عمر مرحبا أستاذ الله يعودين مرحبا كما قلت في تقديم تقريبا واحد المنصر اللي قرب من 60 سنة تبارك الله في الميدال الفني تحديدا اللي قائلون مع الفن في 63 و في 68 العبور المصح شي شوية الاحتراف أو العبور رسمي معطيب صديقي معطيب صديقي الله يرحمه واخر نبدو من البدايات أول جريبة فنية اللي رتابة الاسم ديالك بها هي طبعا الناس الغيوان مغير المسرح مازان تكلمون مسرح هاد الفرقاء دي الناس الغيوان جات في واحد المناخ اجتماعي تقافي اللي عنده خصوصية متفردة كان وعي تقافي اجتماعي خلينا نقول لك طلابي في ذيك الوقت وكان مفروض مثلا بحال هاد الفرقاء اللي مفروض تخرج من الجامعة وكان غادي يكون لك ساعة الأمر مفهوم ولكن اللي زوين وغريب في نفس الوقت هي أنا خرجت من حي شعبي وحملوا المشعال ديالها شاباب بوساطة في ذيك الوقت بحالك الساعة عمر ولكن ما كانش عندهم وخاما كانش عندهم تكوين أكاديمي في ذيك الوقت مع ذلك قدروا سبحان الله يأتروا على الدوق الفنين الموسيقي ديال المغاربة وحتى على الناس خارج من المغرب باش انت كتشرح بداية ساعة عمر هادل لنها دي رفلتا هادل استثناء جاميل باش كتشرح انت أنه رغم هادشي اللي قلت خرجات ناس الغيوان ودارت ذاك شي اللي دارتوا في ذيك الوقت لأنه عندنا كما تعلمون والصراحة هذا الصدف أن الحي المحمدي كاريان سنترال درمولي الشريف الحي المحمدي عموما كاريان سنترال كيجيولي الناس من كل المدن المغربية علاش حيث كيفيه معامل حيث هو حي صناعي وكيجيول الناس يخدموا لأن احنا وليدنا مش الأصل لهم حي المحمدي احنا دزدنا في الحي درمولي الشكل ولكن والدينا وصل من كل بيقاع ماذا نرجعون هادمسألة اه وكيجيبوا معهم تقفتهم هذا ولي مهم وحنا في درمولي الشريف كين واحد واحد الشانطي احنا كنقولو الشانطي اه وقدام لامونتواز كيدوز في اللول كان كيدوز منو التران كيدوز الحجر من بعد حي داك التران ولا كيدوز الكاميو من بعد حي داك الكاميو داك الحجر وبقى خاوي ولكن نهار الحد كيجيوا الناس كيلعبوا تقفتهم اللي ما كتكونش الخدمة منهم بحال إيسم قان إيسم قان هو ما عنا احنا بالشلحة كيلعبو تقناويت بلا سنتير غير الطبولة والقراقب ومن بعد كيجيوا الناس دي لأقلل دوك سيوفا دوك سيوفا في الحي في الحي ايه في الحي بعد كيجيوا ناس دي لهوارة منهم ببتا لأب الله رحمه دي العلال كان رئيزي الفقر دي العلال كان كيطير في الميزان الهواري أصعب ميزان كين يعني التلقح دي لهوارة وهاد كيل الحلاقي الحلاقي كين فيهم الناس اللي كيجيوا عاودوا الأزالياء كيلي كي عاود دك الفوكها بحال بغطات بحال خليفة بحال وكين وحتلت دي الفقها كيجيوا كيقولوا الأمثال وكيبيعوا شيء ما سعيد في شكال وكين دك بولا الرقيلة مولا الرقيلة وحد الصمر كي حتل الفلوس بزع في دوك القدام كيكين هدرعوا الستينات كيهس يا أمار الخمسينات بداية الخمسينات وكي هدرغير بالأمثال دي سيد عبد الرحمن المجدون وحتى هدك اللي كي عودوك الأزالياء الأميرة ذات الهمال العنطاريال سيف دولي هزان واحد السيد كي هدرب واحد دارجة اللي فيها ليماج نحن ما تعلمنا منهم كتخيل الصورة كتواحد دارجة بحل يقال أمارا إجمون الماليح الله يرحمه ذاك الرجل العظيم ذاك عشنو قال ليهم واحد نو مرة سولوه في تيليفيزيون قال لي يشعر قال ليهم كان بغي الموسيقى الأندالوسي ولكن كان بغي كذلك ناس الغيوان علاش لانا قال ليهم كيغنيوا بواحد دارجة فيها ليماج دارجة اللي فيها العطرية علاش لانا ما كنش ذاك كلام فيه المعنى دارجة بيمونتي بالعطرية مش ذاك شي مباشر بحل دبا كله معاني والغاز وبلغات اللي سهلة أكسيسيب غني أعطيك غارب وهي كان دن وكان دن جربة ديالناس الغيوان كان دن لو كان فكرتي وفيها بزاف وكان بزاف ديالناس أكاديميين وكانت الأمور كدت توجد بزاف وقالا ما غاد توجد شهاك ما ندنج هذاك شي صدفة ما هذاك شي غريب أنا بالنسبة لي ولكن تاني في الحيرة كان عندنا بزاف ديالأجواق بزاف ديالأجواق فولكلوريا كان عندنا واحد سيدكي يغني الملحون قديم حسن المقدم كان الشهب كان عبقادر كان البناي كان واحد العداد الأجواق الحبيب أكبر عزيف على اللي كمان ناس ديالزجال ناس ديال هذاك شي ودك بحل دوار ديال واحد كاريان هداوة متما جابوا جميع الدع دوع كاريان الخليفة كاريان يعني كانت واحد النهضة تقافية عاد زائد أولاد درب كاملين كانوا ديبوكينور كي يقرؤوا هذه واحد الأمين كان صدر واحد الكتاب على فرقات الناس الغيوان اللي أنت شخصيا سي عمر نعم مستوى تحتيفي على تاريخ ديال هاد الفرقات ديال الناس الغيوان اللي تسمت رولينستونز ديال إفريقيا وفي المقدمة هاد السمية سماها الأستاذ الكبير المقرج العظيم مارتس كوسيز ولي سمنا دول أفريكا ها ها عظيم تسيد آه مازال مازال ستتكلم عليه داروري في المقدمة كتقول بي إننا كنا خمسة طبعا نخلينا نسمع بصوت ديالك اللي هوما هاد الخمسة هادو خمسة اللي كانوا غادين بالمجموعة بكل بوجمع الملقب بوجمع والعربي باطما عبد الرحمن باكو وعلالي علاء وعلالي علاء وعمر السيد وانت وانت من بعد بقوا اه اه دوك هدو والخمسة كانوا بزاف ده بزاف ديال هادوه 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 لبيلية لبيلية باش نكونوا واضحين حسب المعرفة ديالي إن المرجعية ديالكم بخمسة مختلفة كان فيها توجه خلينا نقول القناوي حقا ما نقدروش ننسى بالبدايات ديال المليعب عزيز الطاهير وحمود السعيد الله يحموه صراحة وكان توجه جناوي توجه العيطة وكان توجه تدي الموسيقى مضبوطة علميا وماشي تلقائية في بعض المرات فقدر المليشتير فكان عندنا كل شيء كان كل شيء لا أنا كان هدرك غير ألا في التوجهات ديالكم يتوما بخمسة لبيلية كل واحد ومنين جاي تماما ما كانش شيء مساعدة أو تطير أو توجه منشي جهة أو شخص معين بالعكس كانت واحد بحال لا قلتي ناس ديزوردر كنا فينا ديزوردر حتى واحد ما كيشبه اللقر ولكن سيرسير في الخشبة كي يديروا لوردر الفوضى الخلاقة الفوضى الخلاقة هدو هما الناس الغيوان صار المقصد توجيه يعني ماشي توجيه مشي أحد معتلا تطير ممكن يجي من طيب صديقي الله يرحمه لا تطير كاي 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 طيب كاي 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 والكتاب والصحفيين والأصديقاء بزاف اللي أطرونها صراحة أجي بدان نردك شو يا الله نمع الكنفاوي الله يرحمه الله يرحمه اه الكنفاوي خليد الجامعي يكونوا غير ثلاثة دي البرماكي يكونوا غير ثلاثة أو لاربع الأسماء بحل الشي اللي دكرتي طيب طيب صداقي العبدالله الشتوكي اللي شافي شوف الزاف شوف ده بغير الأسماء اللي دكرت حسن بن عدي لا نساوش شوف البرماكي عبقادر موطع بزيزوباز بزيزوب سنوسي وبينياز عبززاف دي واخا أجي نردك شو يا لور نتبعو هذا المقطع من واحد العمل المسراحي ونتكلمه بعد واخا ساعة ومار مرحبا مرحبا قلتيك صح شكولي قليك تخصم عليها محبوبتي كالتي خوزي وعلاش لعب حتيح تقروك خالينا مرزقهم بقوم زياني فاطمة أعطالح الراز لي لأمشي لي كنتا ومحبوبتي لأمشي محبوبتي كنتا ويبفو ما قلتلي يات الصباح وعططلي العهد حتى ما أعططني العهد وعططيكم شاديا اللي حمص مقلي حتى داو ما غير تغير تمسنا فاطمة موجودة هؤلاء اللي بغاتوا تقديم متفقين هؤلاء اللي بغى لأقربكم وعلا هي الحمق هي غت تخليها تقطيب الخيزران الطولة وتجريدة من العين تبقى ديما بعيدة وتبقى كنتا هيريش الدجال هؤلاء اللي بغى تختار غتشوف من الجيت الحسن والكمال لون الشمس الدهبية يا وعدك هاللوم الخمر يعني شتبعه لارواح اتبع الحماري إيجاد باشي بحاكن تلصب حليل خسير غير غير عاصم أبوحو ومجي ضيغاص ومجي ضيغاص هلوم الخارة أشوها بالرجال تبع دا ما بيك ما تختار ملاق للعادة ولا العبادة أما إذا رابيه لوني لون عنبر والعنبر قليل وغالي سيلا ليس تشتريك على ثمنه واش ما حرطيش يا الرجال بللولي لون passtع تكتبعه هاي 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 يقدر يلعبوا بوحد المهنية عالية جدا ولكن والإخراج ولكن الشاف دوركستر اللي كان الرسمي طيب صديق اه لا لا معلم هذه واحدة من بين المسرحيات أمر اللي اعطت إشعاع كبير للمسرح المغربي في البدايات الاحترافية ديال واللي خلاته خلينا نقول لك بصريح الكلام اللي خلاته يتبوء الصدارة عربيا ويتكلموا عليه نقاد ودوليا طيب صديق وتحولك المجال ديال الدرسة والبحث للأسف هاد شي ما كتعرفوش نسبة كبيرة من الجيل ديال اليوم بمن فيهم حتى الشباب اللي كي تكونوا في الجامعات وهدي بالنسبة اللي عندي انا شخصين شوية مأسات انهم ميكونوش عارفين الجيل ديال دابا تكلم لين على الحراز وعلى الطيب الصديقي اللي بدع هاد شي وبدع اشياء اخرى كثيرة تفضلها سيوم بدع بزاف مشا غير هاد شي تشوف سدي عبد الرحمان المجدون سدي ياسين في الطريق خلص تشوف مسرحية من تأليف ديال وهو لعبت ودري الاخراج الاخ حاميد زوري فوندويليز قدور وقندور ونور لعبت فيها هنا وبنياز هاد الممتيل العظيم هذا الليلة شوفت بنياز في الحراز كي كان في الحراز ماشي عاجة كتيرة لا تفل هنا الصوته جميل في الحراز بنياز ومفتاح وحاميد زوري كنت اخذت وقت كبير باش تمرين ضروري طيب الله يرحمك ما كيجيش يلعبوا قدامك الدور ديالك كي يخليك انت تلعبك كي تحس كي يقول يكزيد ولا نقص ولا مزيان لا كترتي ولا بالغتي أما باشي ويلعب قدامك يبليو ريك يدير ما كيناش لا كوتش كوتش ديال بالصح اه اه ما صراح سيومار عتمتوا في تجربة ديال الناس الغيوان على نصوص مكتوبة بواحد الأسلوب مغربي ومستمدى من ترات اللامادي اللي كتميز به المناطق اللي منحادرين نتوما منها وبالخصوص اللي تأترو بها أو تأترو بها من الأوصول ديال وليدكم هي النقطة التي تكلمت لها قبيلة مثلا تاسي عمر الأصول ديالك من منطقة ديال سوس أكاين ولكن كيبلي أن الويدة ديالي الويدة ديالي عروبيا من الحمر أه والوليد من منطقة ديال سوس ديال سوس هذا ما عندي واحدة ملاحظة غير قبلها مني وصفي مرحبا مرحبا وخ كيبلي أن الارت التقافي مثلا ديال منطقة ديال سوس ربما كان مهيما عليه داخل الفرقاء الإرت التقافي ديال كازا ديال الدار البيضاء والمحيط ديالها ما فيها بمثلو كان كان مثلا ما فيها بمثلو كان اللي مسا تكون حاضرة وبينها مثلا ديال هاد الإرت التقافي ديال السوس وتأترحت أنت فنيا على التوجه ديال الفرقاش كيف يبالك فعل الكلام؟ حيث أنا أبقى عندي ذاك ذاك الخوماسي أعتقد أنت الخوماسي الخوماسي في الموسيقى واللي عندنا احنا في البلاد الخوماسي ما كنش ستنط الخوماسي عندنا احنا في الشرحة وعندنا التفتاق ناويت وعندنا في السودان ولكن من جابوه الناس حسب الدراسات ديال الأستاذ الكبير عبدالله عيصامي من جابوه كل واحد هما جابوه من الفروج لأن الفروج كيدير سانك نوط يعني الفروج الشلح فين ما حطيطي وخطحته في سيبيريا غاديدير لك غاديدير سانك نوط كوكوحو تيريرارا يعني خوماسي هذا الخوماسي انا عندي في الدم بدون شعور ولكن كبرنا في الدار بيضاء تشحننا بمساء الخرى تانيا تشحنت بحواج اخرين وخاما كانت غنيهم شانا ولكن في الداخل كان بغين سمعهم عشنا هي هي العيطة حادرة العيطة تعجبني العيطة من خلال ممي الضاوية الله يرحمها لأن ممي كانت تغني وكانت هونن هاد شي شتونة عند الله يرحمها فاطنا بنت الحسين فاطنا بنت الحسين ماشي صوت فوق من طاقة صوتية غير طبيعية كيفاش كتغني وكيفاش داك تدهونين وتزغنين صراحة وخ بخصوص الأمازيغية السوسية أو ما يصنف أكاديميا بتشلحيت عندك مشاركة في بعض من الأعمال ناطقة بالسوسية بالسوسية كي نعم شنو كان نقص سيحو مرفنى درك انتا او لا شنو نقص تدابة أن هاد الأعمال تكون منتاشرة وما تكونش فقط معروفة في مناطق محدودة جغرافيا بزاف ما كنقولكش أن هاد الأعمال تولي بين عاشية وضوحة دولية لا ولكن على الأقل يعرفوها غير المغاربة كاملة حيث تاني يمكن قضية اللغة بعد مرة ترى كنشوفو لاهاجات ماشية لغات أوروبية في فيلم ولكن من اللي كيتترجم كيشوفو العالم كله ولكن ده برا بدأ هاد شي بدأ كي شويش بدأ يتحرك بدأ كيتحرك بدأ تترجمة بفرنسية ولا بالعربية ولا بهذا صراحة وكينتا ديك الدوبلاج دي الأفلام بالعربية بشي الحارة صراحة بدأ عندهم واحد بشي تحركوا بشي لنقص المغاربة يشوفوهم كامل بدأ كيتحركوا مزيان ماشية شوية صراحة وخا نشو لقبيلة تشوفنا الصورة ديك مع مارتين سكورسيزي العظيم الله يمتي الجربة ديالناس الغيوان وصلت للمستوى العالمية من خلال الفيلم ديال الحال تونس ديال أستاذ أحمد المعنوني مارتين سكورسيزي شاف الفيلم ونبهر بهذا النوع ديال الموسيقى اللي اسماه وده عنده واحد القصة في شكل ما زال نعوده القصة كاملة هزال نخلي هو من اللي من اللي اكتشف أو لم يشوف الفيلم نبهر بهذا النوع ديال الموسيقى اللي اسماه هو السول الروح وقرر أنه يغيستوغيل الفيلم بمعنى أنه يرموه ويرقمنوه ويدل عليه تعديل تحتاج الالوان دياله وتقدم في المهرجان ديال ديال كان وكان لي الشرف أنني أكون حاضر في القاعد ديال لاس واسنتين من اللي كان التعرض الناس ديال السينما العالمية وقفوا احتراما وصفقوا على الحال وعلى التجربة ديال الغيوان هناك يبنت دور ديال السينما سي عمر ديال بالصح السينما ديال بالصح ما شيء ما شيء لأخرى لي قد تقدر توصل التورات التقافي المغربي للعالم علش في رأيك أنتا ما تكررش تجارب سينما أي أخرى ناجة اللي اشتغلت على تورات ناس الغيوان المقاربة تكون من زاوية أخرى لكان واحد تجربة أخرى اللي هي رائعة جدا وبطريقة ديال بحال ديال السينما المؤلف هي ديال المخرج عبدو عشو واللي دار معنا في المتاغونجا وخا كانت الإمكانيات قليلة ولكن داروا بواحد أنا مكشف في اللعب في أنا والعربي الله يرحمه الهيوان تقريبا كاملين وصراحة كان كان فيلم رائع جدا كي يحفز على الطورات ويحفز على البحث في الطورات يعني مهم يشوفوه الطلبة وهذا لا أنا غير أنا فهمت جوابك من عندك في هذا البرنامج كاملين نرد لعطيبار عبدو عشو بالله يطول عمره لما تكلمت عن تجربة الحال وأقول لك بأنه تجارب سينمائية تكون ناطجة لأنه فرسك مثلا تجربة الغيوانية وكا تجربة الخرار التي تقليد أخوان تصوله كابلة وكا يبقى قليلة سيومارسي لأنه عارسي على السينيما تجربة الغيوانية ممكن تكون مقاربة من زاوية كثيرة لا تدار الأفلام أخرى على جيل جيلة لا على اسم ولكن هم تجربة الغيوانية مدام معناش 12-13 فيلم معناش تجربة الغيوانية لا أخوان سيومارسي لأنها تجربة كبيرة أخوان نحن 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 سيومارسي مازال معنا ونشوفها في الحبيع قضية في طاقية أخوان سيومار سيومار سالين الشطر الأول مرحب الأمور تجربة في القضية في طاقية قضية في طاقية نهيو الشطر الأول ولكن ما زال نرجعون نتكلموا في الشطر الثاني وخاو الساد نلتقي بعد قريل ترحبون بكل من ينضم في شطر الثاني من الأفايم المواجهة اليوم معنا واحد أستاذ كبير أستاذ عمر السيد كمرتاحة أستاذ أستاذ علاق قد الحال أستاذ كبير الله هذي شوف معنا واحد من اللي بيليا ديال الفن هذا البلاد هذا وبيكرا نفتخروا بالناس اللي بحرك واللي أعطوه الكثير وقاوموا محتفظين بنفس النفس التوادع أنت رأي كبيرة أستاذ عمر السيد وهذا ماشي كلام لي ديال إطراء وانتك واحد تقدير كبير شكرا شكرا لأيتي حال القادية وفقراسنا القادية في الكاسكيتة محب واخا وضروري في الأخر الحلقة تأخذ الكاسكيتة يا كبير ضروري بحالي بحال الناس لأكثر من الناس اليوم بحالي بحال تريد واخا سيد عمر ماشي نكمل أنا على فكرة أنا فهم بأن السياق دي أنا ماشي هو سياق غربي مخصنش نديره مقارنات أنا غير لما قلت لك بأنه تكون مثلا أفلام كثيرة اللي تكون مقاربة من زاوية مختلفة يا ريت إن شاء الله إنه كما قلت لك في الكواليس 95 فيلم تقريبا حد الساعة اللي تخصت للبيتلز مثلا 95 فيلم فقط على تجربة دي البيتلز أما الأفلام اللي تتكلم على البيتلز من برة فهي تعد بالحشرات بارك الله لكن على كل حال نحن ما فيها بس أنه موطاق وأفلام أخرى اللي تتخص هذه الجريبة غادي يقولوا خير إن شاء الله يتفاعلوا خير دائما 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 نحن عايشين بالأمر وخا سيدي نرجعون لك سيد لي عزيز عليك اللي هو مارسن سكورسيزي مرحبا أجيب في البداية الشهر تتنين نتبعوا واحد المقطع اللي كي تتكلم على نفسه ونفسه ونسمعوه ما قال سكورسيزي على الجريبة من المترجم مرحبا من مرحبا 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 لأنه يجب أن أعرف على المساعدة والعبارات وأيضاً لأن أخيراً أجل هذه الناس ويجب أن أعرف على هذه المنائي مصرحة المصرحة المصرحة هذه المنائية عظيمة السيد صراحة ما شاء الله كبير بزيف كبير 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 في دواخل وكبير في طواضع وكبير في إنسانيت وراه تعرف وراه ميزيكولو ميزيكولو في مراكشرة كان خدام معنا احنا كان غني وكيش دمعنا الريتم الريتم اللي جديش دمعك ورصام فنان متكامل فنان كل ما في الكلمة وحتى هذه الحادثة ديال تكريم كيبان بإنه وفضلك يا رجع في هذه اللقاء ديال الأمير صراحة الجليل موليرشي والفكرة دياله باش نغنيه يا صاح في تكريم وتجربة ديال وشوف وشوف غير شنو عمل الفيلم ديال الحال باش أنه ينود ويغيز توغير فيلم وتتعرض في القاعة ديال ديال السواء صوت ديال جانا عجب صافي ديال تبارك الله عليه الصراح واخا تجربة الفنية الكبيرة بحل هادي ديال الناس الغيوانة سيومار كيجي واحد الوقت وكتوصل للحد ديالها لأنها كتكون جات في واحد سياق معين معين وإدات واحد الوظيفة وحقات واحد الهدف ومن بعد ما كيبقاش ممكن في ناظريانا شخصيا كيبقاش ممكن ربما تزيد كتوقف وإلا غادي تكرر نفسها بأسلوب ما بقاش كيواكب المرحلة اللي ولات مختلفة واش هاد شي اللي كان قولينا واش هاد شي هو اللي وقع واش ما كتشوش معي بأنه كان قاع واحد تشبوت شي شوية في السنوات الأخيرة بواحد تجريبة اللي استنفذات الدور ديالها وكيولي شوية الحشو الإتناب السؤال ديالي واضح عرفتا شو بي تقول ولكن أنا متفق معك لأنا ما يمكنش واحد الحال تبقى غادي بها دايماً كيف هي وما يمكنش منططوها ولكن كذلك راه تاني راه العالم تغير لومون دا شانجي صحي يعني صراحة لا تقافيين لا موسيقيين لا سينمائيين لا سياسيين لا لا إنسانيين مزاف دح ويش تغيرت راكون ما بقي نشتال هاد الوقت في السين ديالنا ما غاليش نشوف هادش صحي تبدلات الوقت طبيعة الحال تبنادم كاي اللي مات مات مسكي الله فينا وما الناس باش غالي تدير تكمل تجريبات وخاص صراحة المجهود اللي دا الرشيد وحاميد وشيفاء ما ممكنش ننكره صراحة ولكن التجريبات بقوا بحالك يذكروا الناس بناس الغيوات الناس الغيوات تماما واخر في السينما ساعمار كنت شفتك بزاف ديال المرات وانت مشخيص وماشي فقط مبدع موسيقي ومغني في رأيي رأيي ساعمار ما كانش استفادة من القدرات الشخيصية ديالك في أعمال كتيرة سينمائية أو حتى تلفازية واش الانشغال ديالك بتجريبه الغيوانية هو اللي خليك ما تعطيش داك شي اللي كان ممكن تعطيه في تشخيص من واحد ناحية عندك الحقفات القاضية لأنه إلا بويت دير بويت تخدم في شي عامل المسلسل طويل هتخلي تاني تفرغ ايه ناس الغيوان ما غلش تلقى انت هو الرئيس وانت اشمتي عشنو كتشوف الحاجة اللي يمكن الوقت لي كيكون عندك ما عندك تشي حاجة كاتمشي تدير واحد الفيلم ولا موسلسل وكت كتتضبط الوقت ديالك ولكن معش ما عندك اش تددك التفرغ الكبير ايه أما كون عندي تفرق ونرى واخا قلتي هذه من واحد ناحية عندك الحق ومن ناحية الخرى شنوية من ناحية الخرى القادية فتاقية ربما بغيت تقصد أنه حتى الفرص الكثيرة ما كيناش أنك ممكن ديت تعطيك مشخص شيء اللي قصتي ولا غيران غالط لا لا بصاح عندك الحق فما كانش فرص كثيرة وما كانش أفلام ديك ساعة كثيرة تال هاد تال هاد توقير عاد ولا أفلام تاكبرنا أما في الصغور دينا ما كانوش الناس كيديروا السينيما بزاف ذاك شيء قليل ذاك شيء قليل وإمكانية قليلة ذاك شيء حدو قدو وخاسي ديو دابع حاليا وش كتحسب راسك مازال قادر تعطي في المجال ديال تشخيص أو كتحسب أنه شيء شوية في هذا المجال هدفتك الركب وصحيب عليك توقف قدام الكاميرا كيف من أنت بغي توقف قدام كاميرا غير إتحيد هذه اللي هوبع إن شاء الله ولي صغير الأمور تنفرج شوية شوية إن شاء الله علاش الله لا بالعاكس أنا رأي بغي نأخذ من عندك هالجواب راني كان ندفعك باش نأخذ هالجواب اللي زوين بالعاكس إحنا نبغي وأنه بالصح نزيد تعطي وبالخصوص تم السيفادة منك من غير الجانب ديال ديال تشخيص السيفادة منك فأنا ومثلا ما كان فهمش أنا كيفاش في المغرب ما تكونش محاضرات كثيرة في جامعات اللي تلتقي فيهم بطالبة مثلا اللي نكونوا بغين كم توجهين الموسيقى على قلتهم يشوفوا هذا الرجل الكبير اللي ساهم في واحد الموجل اللي كبيرة سنواز طغيرة كل السيفادة نستفدوا من الناس اللي ما زي ينبغي نعتوه بالخصوص انت ما عندك مشكل انك تمد ليد للشابب ايه كاينة كاينة ما كنش مشكل الله يدي مرحبا يوف نظرك عش ما كيجوش اقتراحات بحالك ده غادي كيكونوا اقتراحات مش ما كيكونوش ولكن قلال قلال شوية كيكون اقتراحات بحال من الاستاذ دكتور همام بحال الاستاذ العيوض بحال استاذ عمر حلي ديال قدير بحال سدي عبدالله لورشيد ابو السهل عزيز علينا بزاف لان كي عنده ما يقول على الغيوان وعنده افكار على صراحة وخا سيدي نرجع لك الواحد الحاجة اللي انت واحد العمل اللي قريب منك وعزيز عليك بزاف عمل حال توثيقي قام بالاخراج ديالو مشكورا صديق ديالك مرافق الدرب سي خاليد بدري متافق معك بعنوان سي هام الحزن الجامل صح فيلم توثيقي مهم اللي تم انتاجه بما تيسر من امكانات تكشي بسيط جدا لا موين ديوبو اياه ولكن شخصيا من بعد ما اشتو كان اعتبرو مهم لانه كيوتق بكل صدق الاحاسيس الاستاذ عمر سيد نتبعوه مقطع صغيرة الاستاذ مرحبا هي الاولى وسكت وهذا الشي اللي اللي تعلمتو من عند الوايدا من اللي مشات لقيتو في سي هام صراحة لقيتو في سي هام لانا سي هام كانت قولي يا مرحبا اللي كيستحق الرحمة في المغريب جوجل في اد الناس ديال قتلي الفقراء والحيوانات حتي اعزل الحيوانات هدو مليك والباقي قتلي يا رعا خصو ملعصا كوك يتهدر قتلك الحيوانات والفقراء كيستحق الرحمة كتابنتي اللي اعرف كذا اه اه اش غالي مقول لك سي هام انا صراحة من اللي لانا عنات كتير ومن اللي ومن اللي ارحلت انا فرحت اللي ارحلت اللي تسارحت ما اربي كرمها بار الرحمة ديالي من كثرة ما احنا فرحانين اللي انا رتحت هام عمرني شفتها ناسا مرتاحة تشفتها مرتاحة ويم ووجهها واللزوين وولت واحد الرحف وجهها دوكليسوفرانس اللي كانوا عندها دياليز والقلب وليدولار ودكش كل شي ما بقاش مرتاحة عجيب هذا المقطع هذا انا شتوفة مسكينها لانها ارتحت اه فرحنا لها من اللي ارتحت الراحيل في بعض المرات كيكون والدواء من شي حاجة ايوه هديك الكلمة اللي قلت سعاد صابير سعاد صابير ما عمرني سمعتتها سمعتها عندها قلت لك راه ملي كيكون شي واحد عنده مرض موز مين راه كيشافي الله بالموت راه الموت ماشي نقمة الموت شفاء سبحان الله و و انت علاقتك سيهم راه علاقة كبيرة مشي شوية لانها هي ادي روح في شكل انا كتجيني هدي من و حسيت قال لي راه بنتك ماشي دي لهاد العالم قبل ما تتوفى انا واحد لوقت انا واحد الدار الدار في الشاكن دابا قلت يا بنتي هدي غادي نكتبها لك لانه مبقاش كتشوف يقدر يكون الفيلم كتحكم عليه انه خصو يكون تكنيك مو اتيتيك مو مزيحة ولكن هاد العمل هادا اللي قام بالاخراج دي له سي خاليد بدري له تحية كبيرة لانك تبنت بانك مرتاح ولو تموانياج دي لك بك فيه كل صدق وعلى فكرة انا خدم معك حتى كان حتى شريب خوجة واحد جديد جديد ايه دي المسيرة مسيرة انسان ومساف الناس ايه غادي نصفته لك ان شاء الله مرحبا هدا فيه قاعده كل مقاطع اللي غنيت مع نفس الغيوان وفي التيموانياجيك كتبشي كتتتكلم على الام ومن الام كتدوز للخالف سيهام انا قال ليه واحد سيدشا في الفيلم قال ليه ودي هدا كيرد الاعتبار الام والزوجة والبنت والزوجة شوية كانت غايبة لا هضرت عليها الجانب الاكتر الاكتر تأثيرا هو سيهام سيهام هيد اصلا الفيلم ومراتي ما كتبش تصور ما كتبش تبقى تبقى بعيدة شوية كتبولك خليني بعيدة أوراكت ورا فنانو كي اجبال فننو تعرف بان تبارك الله تبارك الله وعانت مع ابنتها صراحة ما زال انا كتب كان خرج شوية ولكن هي ما كانش كانت خرج مقابلة بنتها الله يرحم سيهم والله يخليه يشام آه يشام هذا عجيب واخر يجزع لي خطو بزاف ايوه شيء طبيعي واخر ضروري كان خسنا نقدمه تتحية لهذا السيد خاليد بدري لأنه صراحة يريد له كان أنه مثلا دي دوكيمون تاكتار ها باش كان نقول لكه ناشي خسنا نقربه خسنا نقربه المساج لبيتنا خسنا نقربه نشجعني على هاد الشيرة خسنا نقربه من الفنان وهو على قيد الحياة ونقربه من الأحاسيز دياله وتكونوا يحكين هشي يدير معي يديروا معاقع لا هو مشيغل هو ناس أخرين يديروا لاش لا ما تعملش نقربه من الفنان دياله ونشوفه الدواخي دياله هي اللي كان نقول لكه ما حدوه على قيد الحياة باش تبقى لنا حتى جانب التوتيقي بقى لنا حاضر باش نرفوه شوية جوه نخفضه الإيقاع فلول كنتي وش بس حمالي اسمعتي الكلمة ديال البوز درني سيبي النهارها نوع موسيقي جديد أنا كيقوله البوز كانت تعجب أنا كي تسحب ليه شي ماركة ديال الريتم حاجة جديدة شي حاجة بحل البلوز عاد قل اكتبه ايش كيان البوز قل نوض قال ليه انت فين كينتا ما انت قديم قال لي واحد خين قال ليه هذا البوز رايش كلاك ورايه واسيو كسي قلت أنا معموري اسمعت أنا وكتطل الشي شوية عمر داب على السيكسي كيفاش كيددالو داما دابا ما ما عرفتوهش لا دات بدلت بدلت الدنيا دابا ولات حاجة أخرى ولات حتى الكريتيك ما تقدرش تدير الكريتيك لهذا الشي يعني حاجة أخرى ناس أخرين ما أخر هذا ماذا أخرى هدو داروا العوالي مهيالهم هما ومن حقهم ولكن في بعض المرات كتكون الأمور ما تقدرش تتحكم فيها لأن هادشي هادشي هو كوادير يعني كينج منتف التعامل ديك نتحته مع اللي كتكون شي كلام كي يكتر مثلا كان عقل على واحد الوصلات الحسيسية كنتي شاركتي فيها على الغابة وعجبني رجع أرد الفعل ديك اللي كان هادئ وبارد وخلتي الناس كينما بغوا يتفاعلهم على الوصلات الحسيسية ماذا العقل عليها ايش كينش يدو فيها في وبيكل أريحيا قلت يا هدك الحق ديالي داروا علي ألعاب داروا علي ألعاب في سمور أجي نفكرك شوية بواحد اللي مقيت عن سموري ديك الصوت ايه مرحبا لابا نسمو هادك نطلب من المخرجة عطينا شوية الصوت الغابة نعمة بحالها بحال الدار حرام تضيع بسبب النار عفتوا ليت كنت لقى مع الناس كينجيوا عندي كيجي عندي كيقولها لي قولها لي قولها لي الناس في ما ايه لا قوليا هاد وكنتت عملتي بكامل أريحيا مكنت تعموش كيل قولوا اللي بغيته وبالخصوص أنه الناس اللي مكنوش عارفين بأنه مزينا شي نتكرو بأنه هاد الوصلاة الناس اللي الواصلات التحسيسية أولاية الإشارية عموما بخصوص اللي كتمره في رمضان على الناس كتاخد ملايين صحيحة انت على هاد شي ما اخدتهش لا ما اخدته برغبة واتنقلت الإفراء وصور أعطوني مرة واحدة اللي اخدت خمسمائة الفرنك من عنده وده بخمسمائة الفرنك هذي كلي ديالتخونس بوغ زيال باش تمشل باش نهدرو بالكلام الصالح باش نهدرو بالكلام الصالح ولكن الواصلات الإشارية كالناس اللي فارغين وخاويين وكيدينو وواصلات هالي تاليرة تحسيسية ايه او ديرا كاللي كي يخدت تسيسية باش نديرها بلا الله يطول كلامر هاليش كنقول الإنسان الكبير كي بخا كمير وخا سيومر نعطيك واحد ثلاثة ديال الصور ونخليك بكل مرة تتعلق الله يودي يالله سيدي نعطيك الصورة الأولى ها دراج لهذا واستفي بوت الله هدا عطاني الأعمال ديالو ديال ثلاثين عام ديال لي ميزيك دي فيلم هدا موسيقار كبير موزع ديال موسيقى ززائري الأصل عظيم جدا در واحد الخدماء معنا ما كتصورش يالله هضر معي واحد ثلاثة ايام هذي داكو داكو تتواصل مازال كين مازال دائما تتواصل معا عدا فلنان كبير لا فلنان كبير وكوتي وعملتي ومعا حفل كبير حفل كبير جاب موسيقين من أميركا من فرنسا انا نتلب من المخرجة لاش لا يعطينا غير نافس شوية من هاد الحفل هادا بالضبط لي كان مع بيناس غيوان وصافي بوتلة موسيقى 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 وهذا الحفل هذا كان الزاميل والصديق سيدري سباق لي معنا عظيمة دك دار معنا واحد الروب وقتاج كان دار اندوكمونتاغ على هذا الحفل هذا كبير كبير خير والله العظيمي لازوي كبير حريفية حريفية ميهاني مشيل تحيال وذكر الفضل الميديان تيفي صراحة والإف بيام باشا باشا نذكرها التالية وذكروا هاد الناس هادو وما صافي بوتلا فهو فنان كبير فنان لا جيد الافي والطريقة والله غير يشوف الدك دار اللي رامي تسوفر تعال شو كيف يحلل لو كيفاش كيتكلم على التجربة ديال الغيوان لانه وقال أنا قد نكون جبت يحلل كتال إنسانيين يلي رامي جيكلي في التيمونياج ديالو كيقول واحد الكلام اللي كبير واللي يفهمو الإنسان اللي كيحس بالفن قالك أنا سيغبابيا قالك على الوراق عندي بزاف الحويج اللي كان وجدها ولكن النفس اللي عند الناس الغيوان صعاب باشتجبروا يا إما عندك يا إما ما عندك قالك أنا جيس كنقلب على ذاك شي اللي ما كان لقاش بلايس خرين عندهم هما الكلام ديال واحد كبير كيعترف واخر نشوفوا الصورة الثانية ايا هذا واحد لا فيش دير واحد الفيلم وقالوا را نديروا ذاك شي لكينا كان نديروا ومشاو الشي مااتش ديالك شي اللي عقلت مزيان وواحد فيهم اللي هو بحل شكل ديالي ديما بغي تغير غير العالم ولكن من اللي جاو كيتفرجوا وكيتشوفوا وقالي واحد الكلمة وننغرنا بغي تغير الوموند ميسا لوموند كنوزا شانجي هذا اللي كتكدابو قويلا الوموند را بنا نغيره في القناحنا اللي تغيرنا نشوفوا الصورة الثالثة ايه ايوه اذا العظيم هذا الموسيقى ايقونة الموسيقى المغربية هذا أنا من اللي كان بغي نريح صراحة من اللي كان بغي نريح كان نخدم دفولة ثلاثة المرة هي موليد القمار ملحمة موسيقية سامفونية في أشيسة عوربة وكتحس من اللي كتسمعها لحنا وآداء وكلاما ديال هذا الرجل العظيم كتحس بحل أنا في السيرة الداتية ديالو وخص شوف أنا رأيك نسمع منها كتغنيت لي حبيباتي واحد شوية منها كتغنيت لي حبيباتي كتغنيت لي حبيباتي دار ديال حاميز زوري أخوه كيدخن لي وكان غنيتك شوية حبيباتي أول مرة نشجل عنده حاميز زوري عنده كشجالة وعرة وكان دخل وكيحليه وكان غنيتك حبيباتي عدتو هالطورة شي كتير تسمع الأداء في ديك أسمها أخني كتير الدار لي هناك أسمها لا تتركيني هادية دي مدية هذا بخصص يصبح واحد من الناس الكبار كبير كبير هذا موسيقار ديال هاد الجيل وموسيقار ديال الأجيال الجاية هذا الله يطول عمره ومازال قادر يعطيه أصلاحين بك نشوفه الكاريكاتور ديال سي خالي الشراتي تنشوفه لا لا نشوفه واخي سيدي وخيردني كل الفرفارة نشوفه لا 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 لنظ fool لا 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 لنجيك مشكي لاني نشوف الكاريكاتور و lengthك تقراه ونتا تعطينا الشرح ديالو أتماعا فيها مزيان وستدعو مرسي هذه فيها الغابة نيحمة لا الغابة كينة ولكن شوف كينة غابة ولكن الغابة شوق على الأشجار دياله كل شي مشاو شكون شجرا لما زالت بما إحنا فرحان إذا ما بقيت غير أنا لكن كين شموخ كينة كين شموخ ولكن خروم مشيغلوا لي بحاله من البحث لا وهذه سنة الحياة ولكن الحمد لله ما زال وما زال خضرة في الجنب يعني ما زال ما زال قضية في طبيع لا ولكن لا زوينها عنده ولكن شنو كيقصد بي أخي إنك انترك شجرا راكين الشجرا اللي بقى شدة لا الشجرا هي العنوان ديال أنه القامة تبارك الله عليه الصراحة تبارك الله فسعلا وأنا متفق معك بأنه مشاو قامات كتار مشاو قامات ما اللي كنشوفه غير غير الناس اللي أسوا معك مثلا فعندو الحق يا على شك يهدر لنشكون مشا مشا بوجميع مشا العربي باطمان مشاو اللي زارتس بزاف مشاو مشا محمد الحياني الله يكتر خيره الله يأعي مشا سقامات مشا حمد الغرباوي صاحب أمه دونيا كلالا زيفة فيها وأهليش عبدالقاد الرشدي مشا محمد الفيت المعطي بن قاسم إلا رحتي اليوم ما شي أنا اللي خايف منك لا بالعكس أنا لا خايف منك لأنه لا عظيم الله لا مشيتي بهذا شي رائع جدا الله لا مشيتي بههم زيان وكلمتيني أنا ما كنتش كنت تكلم قلت سورتي نقول شي حاجة لا لا تبارك الله تبارك الله ديما حاضر نادر وديما شوف واللي زوين فيك وأن لا تنتل ديركسون ديالك رب حالا مخرج كي يعرف يديريش الممتيل ما تهي السير لا قطع في ديريج على هذا الحساب ضروري معلوم شوف هذه الشرف لي أنه مستدر ما كانش تفضل غادي نحيد هذا الشي تفضل وخاد صلحها كذا لا 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 شوف أخذنا المخرج الصورة هانسس أخذنا ما كانش اللعب عملا صحيح وعر بيرسون جان نعم يكل مورور دازم زيان تبارك الله رحيم والدين الله يكبر بيك وشرف لي هاد الكلام ديالك شوف هذه الحلقة ستتناء سنكمل لنغمة الناس الغيوان مع صفي بوتل شكرا سي عمار سيد لاحظ وشكرا تبعين ديالك ومشاهدين ديال ميديان تيفي إلى الملتقى اشتركوا في القناة